بتبدأ الحكاية في مكان جليدي منعزل مع سندريلا البنت الجميلة اللي بتحب الحيوانات وبتكون قاعدة في المكان ده لوحدها بتتأمل وده بسبب ان قبر باباها موجود في المكان ده وهي بتحب كل فترة انها تروح تتكلم معاه وتحكيله عن حياتها وبعد ما بتخلص كلام بترجع بسرعة على القرية اللي هي عايشة فيها والقرية دي بتكون عبارة عن مزرعة كبيرة وليها حارس اسمه ألفريد واول ما بيشوف سندريلا راجعة من برة بيقول لها تجري بسرعة تدخل البيت لان مراد باباها صحيت ولو عرفت انها خرجت من غير اذنها هتعقبها وفعلا بتجري سندريلا باقصى سرعة وبتدخل للبيت قبل ما مراد باباها تشوفها بعد شوية بتيجي مراد باباها وبتنادي عليها وبتسألها كانت فين فبتقول لها سندريلا انها موجودة في البيت من الصبح وكانت في الحظيرة بتشوف الحيوانات فبتقول لها مراد باباها تركز كويس قوي النهاردة لان الملك والملكة جايين بنفسهم علشان يختاروا عروسة لابنهم الامير وبتعرفها ان دورة بنتها محتاجة تجهز علشان تستقبل الملك والملكة ويعجبوا بيها فيعزموها على الحفلة وبتفضل تقول لها ان لولا باباها كان زمن هرمتها في الشارع لكنها وفقت تشتغل عندهم خادمة علشان تحافظ على وصيد باباها بس مش اكتر وبتقول كلام معناه ان ملهاش لازمة ولازم تروح تساعد دورة حالا لان دواجبها وفعلا بتروح سندريلا علشان تساعد دورة انها تنصق شعرها وهدومها علشان يبقى شكلها حلو لما الملك والملكة ييجوا واول ما بيعرفوا انهم قربوا بتطلب مراد باباها منها انها تختيفي خالص وما تظهرش ابدا لحد ما يمشوا وعلى طول بتدخل سندريلا الحظيرة وبتستخبى وبتتفرج على الملك والملكة والملك والملكة فعلا بيعجبوا بدورة اكتر من اي بنت تانية وبيعزموهم كلهم على الحفلة بتاعت الامير والفريد بيفضل يقول لسندريلا ان هي اللي تستحقت روح الحفلة دي لكن مراد باباها زكية وعارفة ان الامير لو شافها هيعجب بيها هي ومش هيعجب بدورة علشان كده مستحيل تخليها تروح الحفلة وسندريلا بتفضل تضحك وتقوله انها مجرد خادمة ولكن مش هتبقى اميرة في يوم من الايام لكن الفريد بيقول لها انها تستاهل اكتر من كده وبعد شوية بتاعت سندريلا تأكل الفار بتاعها وبتتكلم مع البومة اللي عندها وبتقولها انها بتحسدها لانها حرة وتقدر تخرج وتدخل وتطير للمكان اللي هي عايزها في اي وقت وبعد شوية بتقرر انها تخرج مرة تانية وبتروح على المكان اللي متعودة تعد فيه وهناك بتصوف صخص قاعد لوحده منعزل فبتنادي عليه لكنه مش بيرد وساعتها بترميه بكرة تلج فبيروح يتكلم معاها وبيسألها هي مين وليه موجودة هنا فبتقوله ان دي غابة متجمدة والغابة ملك الحيوانات مش ملك اي حد تاني فبيسألها لو كانت خبيرة في الحيوانات فبتقوله انها احسن واحدة بتركب خيل في المملكة كلها وكلامها ده بيستفزه وبيقرر يتحدها في زبق خيل وفعلا بيجروا هما الاتنين وبيسابقوا بعض لكنه بيفضل يجري لحد ما بيوصل لحفة عالية جدا وبيكون هيقع هو والحصان وهيموت بس الحسن حظه ان الحصان بيقف في اخر لحظة لكن المشكلة ان الحصان بيكون مخضوط جدا وخايف فبتروح سندريلا تتكلم معاه وتهديه وفعلا بيهدى وده بيخليه يستغرب هي مين وازاي بتتعامل مع الحيوانات كده لحد ما فجأة بييجي اتنين وبينادوا على الشخص ده وبنعرف انه الامير وسندريلا بتستغرب انها كانت بتتكلم مع امير من غير حراسة او تكليف كده والامير بيقول لها انه رايح يصطاد هو واصحابه والولا كده كان ممكن يقول لها تيجي معاهم بس للأسف الصيد مش مناسب للستات وبيمشي هو واصحابه وفعلا بيروح الامير هو واصحابه علشان يصطاده وهناك بييجي مندوب الملك وبيقول الامير ان الملك عايزه علشان تدريبات الحفلة اللي هيختار فيها عروسة فبيقوله الامير انه مش هيتجوز ومش هيحضر الحفلة فبيرد عليه المندوب وبيقوله ان كل اللي مطلوب منه انه يوصل الرسالة بس وهو خلاص وصلها وبيسيبه وبيمشي بعد شوية بيرجع الامير على القلعة وبيقابل الملك والملكة وبيقولوله انهم جمعوا كل البنات الحلوة اللي في المملكة علشان يختار منهم واحدة يتجوزها ولما بيعترض الامير على الفكرة وانه مش بيفكر في الجواز دلوقتي بيقوله الملك ان ده مش اختيار وان ده واجبه ناحية المملكة ولازم يقديه علشان هيجي يوم ويكون هو الملك ولازم يخلف ولي للعهد وبيعرفوه انهم مش هيكبروه على حاجة وانه هيختار العروسة اللي هو عايزها ومن الناحية التانية بنشوف دورة وهي بتختار اللبس اللي هتحضر به الحفلة وبتفضل تلبس اكتر من طاقم وما فيش ولا واحد فيهم بيكون كويس وعاجب مامتها لحد ما بتتعصب على دورة وبتقولها ان كل اللي هيروحوا الحفلة هيكون شكلهم زي الاميرات وانت كمان لازم يبقى شكلك اميرة علشان الامير يعجب بيكي فبتقولها دورة ان الاميرات اللي بتتكلم عنهم دول عندهم مصففين شعر وناس بتأكلهم وناس بتختار لهم لبسهم وبتصممه وهي علشان تكون زيهم لازم يكون عندها مصمم ملابس فبيتنازي مامتها على سندريلا وبتقولها تبلغ الفريد انه ينزل المدينة ويجيب بارو افضل مصمم ملابس في المملكة كلها علشان يصمم اللبس بتاع دورة وفعلا الفريد بيستعد علشان يتحرك لكنه بيسأل سندريلا لو كان نفسها في اي حاجة من المدينة يجيبها لها وهو جاي فبتضحك وبتقوله انها مجرد خادمة مش اميرة واكيد مش هتختار حاجة فبيقول لها الفريد تطلب اي حاجة حتى لو كانت بسيطة وهو هيجيبها لها فبتقوله يجيب لها اول حاجة تقع في ايده وفي الوقت ده بنشوف منصق الحفلات الملكة وهو بيدرب الامير واصحابه على الرأسة اللي هيرقصوها في الحفلة وازاي يظهروا بشكل لائق لكن الامير بيكون مش مقتنع باللي هو بيعملوا ده وبيقولهم انهم هيروحوا يصطادوا وبيروحوا علشان يصطادوا طائر ولما الامير بيدرب السهم بتاعه ما بيجيش في الطائر وبييجي في العش اللي كان جنبه والعش بيقع وبالصدفة بيكون الفريد معدي من تحت الشجرة والعش بيقع في ايده ولما بيبص جواه بيلاقي ثلاث حبات بلوت فبيقرر يحتفظ بيهم وبعد شوية بيرجع الفريد وهو معاه بارو مصمم الملابس واللي بيقول لدورة وممتها انه عمل فستين مليكات واميرات وبيوعد دورة انه هيخلي شكلها مميز والحفلة كلها تتكلم عنها ولما بيشوف ساندريلا بيكون فاكر انها اخت دورة وبيقول ان هي كمان ممكن لو لبست فستين حلو يبقى شكلها زي الاميرات فبتديق مرات باباها وبتطلب منها تطلع برا لانها بتشتت بارو وفي الوقت اللي هم بيتكلموا فيه بيشوفوا فار وساعتها بيصرخوا كلهم وبيكونوا عايزين يخلصوا عليه لكن ساندريلا بتاخده وبتخرج لان هو ده الفار اللي هي مربيه وبتحبه جدا وقبل ما تخرج بييجي الفرد وبيديها التلات حبات وبيقول لها ان هي دي اول حاجة وقعت في ايده وساعتها بتاخدهم وبتروح على قضتها وبتفضل تتفرج على التلات حبات لحد ما واحدة منهم بتقع منها بالغلط وبتعرف ان البلوت ده سحري لما بيبدأ ينور وبيخرج منه وشاح وهدوم وحاجات غريبة وفجأة بيتحول شكل ساندريلا وبتكون راجل وبتبقى مش مصدقة شكلها تغير كده ازاي لكنها بتقرر تستغل الفرصة وان ما حدش هيتعرف على شكلها وبتاخد الحصان وبتخرج والمرة دي بتروح لنفس المكان اللي الامير واصحابه بيصطادوا فيه والامير بيكون عامل مسابقة بينه وبين اصحابه علي يصطاد الطائر هياخد الخاتم بتاعه هدية ولما بيصوبوا على الطائر بيتفاجئوا ان فيه سهم تاني خبط في السهم بتاعهم وقعوا واسعتها بتنزل ساندريلا من مكانها وبتقول الامير ان هي اللي عملت كده والامير اول ما بيشوفها بيسألها شافها فين قبل كده فبتقوله انها بنت وانه شافها قبل كده بس هي دلوقتي متنكرة ولما بيسألها مين علمها الصيد بالشكل ده بتقوله باباها وبتصوب هي على الطائر وبتصطاده واسعتها الامير بيقولها انها كذبت وبيصمم يديها الخاتم ولما بيسألها هيشوفها تاني امتى بتقوله انها مش عارفة وبتهرب بسرعة ولما بترجع البيت بتطلع على قضتها بسرعة وبتفضل تبص للخاتم وهي فرحانة لحد ما امرض باباها بتيجي وبتقولها ان شكلها مبسوط ودي حاجة غريبة وبتحذرها لو كانت بتفكر في اي حاجة ممكن تبوص بيها الحفلة وبتقولها انها هتعقبها عقاب شديد جدا وبعد شوية بينزلوا هما الاتنين علشان يشوفوا الفستان بتاع دورا وبتكون سندريلا معجبة بيه جدا ومرض باباها هي كمان بتفضل تقول لبارو انه عبقاري وانها ما كانتش متوقع النتيجة دي وسندريلا بتفضل تحتفل مع دورا وترقص معيها فبتقول مرض باباها ان عشان الروح الطيبة دي ممكن نخلي سندريلا تيجي معنا الحفلة وطبعا كلهم بيتصدموا حتى بارو لكنها بتفضل تضحك وتقول اكيد مش هعمل كده والموقف ده بيأثر في سندريلا جدا وبيخليها زعلانة وقبل ما دورا ومامتها يمشو بتروح مامتها تجيب صندوق فيه كرات كريستال صغيرة وبتقلبوا كله على الترابيزة وبتقول لسندريلا تعيد ترتيبهم من جديد علشان تتسلى لحد ما يرجعوا من الحفلة بعدها بيروحوا هما الاتنين على الحفلة وبيفضل الامير يتفرج على كل البنات اللي في المملكة لكن ولا واحدة بتعجبوا فيهم كلهم فبيقولوا الملك لازم يكمل باقي التقاليد ويختار واحدة يرقص معاها فبينزل الامير وبيروح عند دورا وبيطلب منها ترقص معاه لكن بتطلع واحدة من الطبور وبتشد ايد الامير وبترقص معاه وفي الوقت ده بتكون سندريلا قاعدة حزينة في القوضة بتاعتها لوحدها ومش عارفة تعمل ايه فبتمسك البلوطة التانية وبترميها على الارض وفجأة بيخرج منها فستان جميل جدا وحزاء شيك وبيحول سندريلا لشكل الاميرات وبيخليها جميلة جدا وعلى طول بتقرر انها تروح الحفلة وفعلا بتعمل كده ومن اول ما بتدخل بتلفت انتباه كل اللي موجودين لكنها بتاخد بالها ان مراد باباها ودورا موجودين فبتقرر تلبس وشاحة لوشها علشان ملامحة ما تبنش لكن بالرغم من كده فالامير بيتشد ليها وبيروح يسألها لو كانوا تقابلوا قبل كده ولا لأ وبيطلب انهم يرقصوا مع بعض وطبعا بتوافق وبتفضل تقولوا انهم تقابلوا ثلاث مرات لكنها بتطلب منه يحاول يفتكر هي مين من غير ما تقوله والاتنين بيكونوا بيرقصوا وهم مبسوطين جدا ومستمتعين بالرأس لحد ما ساندريلا بتاخد بالها ان مراد باباها شبهت عليها وبتتحرك نحيتها علشان تتأكد اذا كانت هي ولا لأ واسعتها بتقرر انها تهرب من الحفلة بسرعة فبيسألها الامير عن اسمها او اي معلومة عنها لكنها ما بتردش وبتجري والملك والملكة بيشوفوا كل اللي حصل وبيطلبوا منه يطلع يجري وراها لانهم فرحوا لما شافوه مبسوط لأول مرة وفعلا بيطلع يجري وراها لكن وهي بتجري وبتهرب من الحفلة بتتخلع فردة من الحزاء بتاعها فبتقرر تسيبه وما بترجعش ليه وبتركب الحصان بسرعة وبتهرب والامير بيكون مفيش قدامه غير الحزاء وبيقول لصحابه يقسموا نفسهم على كل القرى اللي حواليهم واللي يشوفها يجيبها ويرجع بيها على القصر وبيعرفهم ان هو هيحتفظ بالحزاء علشان يقيسوا على كل بنات المملكة وفي الوقت ده بتكون مام الدورة رجعت هي وبنتها على البيت وعرفت ان فعلا سندريلا هي اللي كانت في الحفلة وبتسألها سرقت الفستان ده منين فبتقولها سندريلا انها ما سرقتش حاجة لكنها طبعا مش بتصدق وبتجبر سندريلا تخلع الفستان وتدير دورة لان الامير مش عارف شكل سندريلا وهو بس عارف شكل الفستان والحزاء وفعلا بتعمل كده وبتاخد سندريلا تخبيها في القبو وبتربطها وبتمشي وفي نفس الوقت بيكون الامير وصل للمزرعة وطلب من الفرد ومراته يجيبوا كل البنات اللي عندهم وبيبدأ يخليهم كلهم يقيسوا الحزاء وطبعا ما بيجيش على مقاس ولا واحدة فيهم فبيقول له الفرد ان لسه فيه بنت اسمع سندريلا مقاستهوش فبيطلب منه الامير يجيبها وفعلا بيدخل البيت ينازي عليها لكنه بيلاقيها مش موجودة واسناء ما الفرد جوه بتكون دورة وممتها خرج ويقابلوا الامير والامير اول ما بيشوف الفستان بيروح بسرعة على دورة علشان تقيس الحزاء لكن ممتها بتقوله يلبسها الخاتم الاول وبعدين تبقى تقيس الحزاء فبيرفض الامير وبيقول لها تقيس الحزاء الاول وساعتها بتخطفه منه وبتاخد دورة وبتهرب بالعربية اللي فيها الحصان والامير بيفضل ينادي عليها وبيقرر يطاردها علشان يتأكد هي ولا لا وفي نفس الوقت ده بتكون سندريلا بتحاول تفك الحبل اللي هي مربوطة فيه لحد ما اخيرا بتنجح وبتقطع الحبل لكن بيتبقى الحبل اللي رابط الباب بتاع القبو وساعتها بتشوف الفار بتاعها وبتنادي عليه علشان ييجي ارقاضه لحد ما بتفكه وعلى طول بتجري على القوضة بتاعتها وبتجيب البلوطة التالتة لكن المرة دي مش بيحصل اي حاجة فبتقول ان البلوطة عايزة توصلها رسالة ان هي اللي هتساعد نفسها ومش محتاجة اي مساعدة سحرية وفعلا على طول بتاخد الحصان وبتجري ورا الامير ودورة وممتها وبنشوف ان الامير لسه بيجري وراهم لحد ما الحصان بيفك ودورة وممتها بيعملوا حدثة وبيخبطوا فسور وبيكونوا هيقعوا من ارتفاع عالي جدا وهيموتوا فبيجري عليهم وبيقدر انه ينقذهم وبيطلعهم وساعتها بيشوف شكل دورة وبيقول لها اني مش هي اللي رأص معاها في الحفلة وفي الوقت ده بتيجي سندريلا وبتنازي عليهم واول ما الامير بيشوفها بيقول ان هي دي البنت اللي هيتجوزها لكن مام الدورة بتتدايق وبتزوق الامير علشان يقع ويموت لكن اللي حصنا حظه ان رجله بتتكابل في الحبل بتاع العربية وعلى طول سندريلا بتضرب سهم في الحبل وبتخليه يتسبت في الحيطة وبتوقف الامير وبتروح توجه السهم ناحية مراد باباها علشان تخلص عليها لكن مراد باباها بتفضل تضحك وبتقول لها انها جبانة ومش هتقدر تعمل كده وبتفضل تقول لها انت ناكرة وملكيش اي قيمة وسندريلا بتتأثر لحد ما مراد باباها بتضربها وبتوقعها على الارض وبتهجم عليها علشان تقتلها لكن سندريلا بتحرر نفسها وبتوجه السهم ناحيتها مرة تانية والمراضي بتضربه لكنها بتضربه في هدومها وبتخليها تتسبت في الصور وبتروح على طول تطلع الامير والامير بيقول لها انه افتكر هو شافها فين قبل كده وبيقول لها انها مش محتاجة ايس الحزاء وبيعرفها انه عايز يتجوزها وبيقدم لها خاتم الخطوبة بعدها بيرجعوا على القرية هما الاتنين وبيعلنوا خبر الخطوبة قدام كل القرية وبيقرروا انهم يعفوا عن دورة ومامتها بعد ما خلاص استسلمت ان الامير هيتجوز سندريلا مش بنتها والامير وسندريلا بيروحوا على قبر باباها وبيحقولوا على كل اللي حصل معاهم وبيقرروا انهم يعيشوا مع بعض وهم مبسوطين وبكده بيتكون خلصت حكاية النهاردة